بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يمكن بناء نظام سياسي مدني ديمقراطي عادل مع الإمام بوجود الإمام المهدي ما علاقة هذا الموضوع بهذا الموضوع بالحقيقة كتب لي أحد الأخوة العزاء يسمى نفسه مهدي هتش أم يقول لا أفهم لما لا تزال تناقش أمورا تافهة أكل الذهر عليها وشرب هناك موضوعات ومباحث جديدة في الفكر الإسلامي تحتاج للبحث والتأصيل فحوض أن تتصدى لها أنت هنا تهدر جهدك ووقتك ووقت متابعيك وتحجر على أقولهم أعتقد يقصد هو مواضيع اللي أطرحها موضوع الإمامة والمهدي وما شابه فهو يقول هناك قضايا أكثر أهمية وحساسية في الوقت اللي أشكر الأخ مهدي أقول له هناك ترابط كبير بين الفكر المعاصر الآن اللي نعيشها والتطور والحركة التي نسير فيها وبين النظرية التي كانت موجودة بالتراث فأنا أطرح هذا السؤال أنه هل يمكن بناء نظام سياسي مدني ديمقراطي عادل مع الإمام بوجود الإمام المهدي وهل يمكن توحيد المسلمين وبث المحبة والمودة والأخوة فيما بينهم لماذا قال الشيعة الاثنى عشرية بالتحريم إقامة الدولة في عصر غيب يعني هذه أسئلة مهمة جدا نطرحها لكي نفهم ماذا جرى وماذا يجري وكيف يمكن أن نتطور في المستقبل الآن إحنا لدينا فكر قائم فكر شيعي جديد معاصر وهو على أقسام فكر نظرية ولاة الفقه في إيران هذا تطور دستوري وتطور فكري وعقلي عند الشيعة في إيران وعندنا أيضا تجربة بعد ذلك حدثت في حوالي عشرين سنة في العراق وهي تجربة النظام الديمقراطي في العراق وكل النظامين يعنيان من مشاكل يعنيان من إخفاقات وتغرات ومشاكل واضطرابات ومظاهرات تشوفون في العراق خلال السنوات الماضية والآن في إيران أيضا تجري بعض المظاهرات والاعتراضات والمطالبات ولكن قبل هذا الفكر قبل هذا التطور اللي حصل خلال الخمسين سنة الماضية كان الشيعة الاثنى عشرية بالذات ما أقصد الشيعة الإسماعيلية ولا الشيعة الزيدية وهما الفرقتان الكبيرتان الموددتان حاليا بالإضافة للاثنى عشرية الاثنى عشرية ولدوا في القرن الرابع الهجري وقالوا وتبنوا هذه الفرضية أن هناك إمام مخفي إمام ثاني عشر مختفي وسوف يظهر عما قريب وهو يقيم الدولة وربطوا كل الحياة والدين بهذا الإنسان المختفي يعني مثلا قالوا لا تجوز الثورة على الظالمين مثل ما فعل الإسماعيلية في تلك الأيام قالوا كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت نعبد من دون الله إذن لا تجوز الثورة الزيدية والإسماعيلية وغيرهم قالوا للشيعة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري قالوا طيب إمامكم مختفي شوفوا لكم فرد عالم فهد واحد رجل من أهل البيت مثلا والتفوا حوله وسووا حكومة والآن حكومات ما شاء الله في كل مكان الزيدية عدم حكومات في طبرستان وفي اليمن والإسماعيلية عدم في المغرب فتعالوا أنتوا أيضا سووا حكومة مثل هذه الحكومات فعجابهم الشيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري وفى سنة 381 محمد بن علي بن بابوه الصدوق هو هو عبد الرحمن بن قبع واحد آخر متكلم شيعي كان في القرن الرابع اسمه عبد الرحمن بن قبع والشيخ الصدوق ينقل كلامه وكلامه هو كلامه بن قبع وكلامه هو في مقدمة كتابه إكمال الدين وإتمام النعم أو كمال الدين وتمام النعم هذا الكتاب مشهور في إثبات موضوع الإمام المهدي وجود الإمام المهدي فيذكر في مقدمة هذا الحوار الذي جرى بين الشيعة في تلك الأيام في القرن الرابع لدى تأسيس الفرقة الأثنية عشرية وقولهم بالانتظار أنه إحنا يجب أن ننتظر هذا الإمام لا نقوم بأي شيء لا نسكل أي حكومة ف قال الشيخ السزوق أنه لا إحنا عام في عصر التقية ما دام الإمام غائب نعرف أنه لا يمكن الظهور وإقامة الدولة فالتفكير يسير بالمقلوب بالمعكوس يعني أنه ما دام هذا غائب فنفتهم أنه لا يمكن إقامة الدولة ونحن في عصر الغيبة لا يجوز لنا أن نتبنى هاي النظرية نظرية ولاية الفقية طرحوها في القرن الرابع لا يجب وظلوا الشيعة ألف سنة تقريبا إلى قبل خمسين سنة إلى قبل يعني إلى ظهور الإمام الخميني وطالح نظرية ولاية الفقية في سنة ألف وتسعمية وتسعة وستين السيد محسن الحكيم كان والسيد الخوئي كانوا مراجع وآخرون كانوا يقولون لا لا يجوز إقامة الدولة في هذا العصر يجب أن ننتظر الإمام فقط وندعو إلى الله تعالى فقط هكذا كان يقول السيد محسن الحكيم المرجع العلى كان للشيعة في تلك الأيام تستيطينات لحزب الدعوة الذين التقوا به وتوسلوا به وتوسلوا إليه أن يدعم فكرة إقامة حكومة إسلامية فرفض السيد المحسن الحكيم فإذن الشيعة الإمامية كانوا يقولون بتحريم إقامة الدولة وكل ما يتعلق بها أيضا مثلا صلاة الجمعة البعض كان يقول حرام إقامة صلاة الجمعة في عصر غير وحتى الآن بعضهم يقولون والبعض يقول مكروه والبعض يقول مستحبة أو مخيرة مثل السيستاني يقول مخيرة الآن الشيخ علي عبد العالي الكركي في القرن العاشر الهجري لدى إقامة الدولة الصفوية في إيران بدأ يقيم صلاة الجمعة قال الآن إحنا منتصرين ومخافي من أحد فنقيم الصلاة مثلا الجهاد الابتدائي وحتى الدفاعي البعض يقول أنه هذا لازم نتظر صحيح وزواني وفلع كما ينصف في فتوى إلى سيد السيستاني أنه هذا بشروط حتى الجهاد الدفاعي بشروط ما متوفره الآن وكذلك الحدود وكذلك أشياء كثيرة معطلة حتى يظهر الإمام الذي عينه الله هاي فكرة الإمامية أنه الله معين إمام لكي يقيم الدولة ويحكم فإحنا مو شغلنا هذا نجي ونقيم الدولة أو من شكل حكومة أو نساها حتى لو خرج الإمام هم في شغلنا فقط أطاعة ما عدنا دور إحنا في اختيار الإمام الله منصب الأم مثل الإسماعيلية الآن الإسماعيلية هم شيعة إمامية يقلون واحد بعد واحد بالوراثة هناك أئمة دولة منصبين من الله تعالى معصومين أيضا والشيعة الإسماعيلية لا دورة لهم في انتخاب الإمام حتى لو حكموا هذا مثل الدولة الفاطمية عندما حكموا هم مبيناتهم العائلة هي تتوارث الحكم في هذه السلالة هذا فكر قديم وفكر حديث كما استعرضت لكم وأيضا بعدين صح أنه فكر جديد اللي هو الفكر المرجعية أو فكر ولاة الفقه تطور جديد هو تقريبا ثورة على الفكر الإمامي الفكر الإمامي الذي يكبل الشيعة وأوقعهم في مأزق تاريخي في بير ذبهم في بير بئر الانتظار المرجعية تقول لا أنه المرجع يمكن هو يقوم بأعمال الإمام وأعمال الإمام ما هي كما في أي دولة في العالم التشريع والتنفيذ والقضاء التشريع والتنفيذ والقضاء فبالتشريع لدى تأسيس الفرقة الأثنى عشرية في القرن الرابع الهجري أيام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قالوا يعني لحنا انقطع الاتصال بيننا وبين الأم قبل مئة سنة منذ وفاة الإمام الحسن العسكري وبعد ما عدنا يعني في المساعدة الحادثة ما نقدر ناخد أحاديث الأم المرحلة الأخبارية اللي قبل تأسيس الفرقة الأثنى عشرية أو النظرية الأثنى عشرية كانت تقول وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا ورواة الأحاديث ما كان فيه اجتهاد اجتهاد كان محرر رواة الأحاديث الأحاديث ما تكفي ما عدا تكفي الأحاديث لأن في مسائل متجددة كثيرة وكيف يمكن ناخد الأحاديث وهي قليلة فقالوا لابد أن نفتح باب الاجتهاد فأول مشتهد عندنا الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قبل ألف سنة فتحوا باب الاجتهاد وكتب الشيخ الطوسي كتاب المبسوط الفقه يعني تكثر الفروع بناء على الاجتهاد هذا إذن مجال التشريع في المجال التشريعي في القضايا الحادثة نحن نحتاج إلى الاجتهاد فالمجتهدون أو المدرسة الاجتهادية الأصولية هي نسفة ركن من أركان نظرية الإمامة ومن أعمال الإمام اللي هو التشريع في القضايا الحادثة وظلوا في التنفيذ يقولون لا وفي القضايا أيضا يقولون لا لا يجوز أن نقضي ولا يجوز أن أن ننفذ وأن نشكل حكومة بعد قولهم بالتشريع والاجتهاد يعني في المسائل الحادثة غامت الدولة البواهية تلك الأيام كما تعرفون في الدولة الحمدانية أيضا في القضايا الرابع وكان يحتاجون قضايا فكان يطلبون منها ألماء الشيعة تعالوا أقضونا سير قضايا قالوا لا 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 يجوز أن نقضي لأن هذا من أعمال الإمام إحنا ما يجوز أن نقضي خرام فكان يجبروهم شنو هالكلام شو هالفلسفة هذه تعالوا أقضوا فهنا سيد المرتضى عالم الهدى طلع باب جديد قال ها إذا أجبر الحاكم الظالم هو حاكم شيء يسمى حاكم ظالم إذا أجبر الحاكم الظالم فقيها شيعيا على أن يقضي فله أن يقضي يجوز له القضاء ولكن ينوي حتى يصير عملي شرعي ينوي أنه بالنيابة العامة عن الإمام المهدي الغائر له كيف ينوي يعني يفترض أنه أن أنوي حتى يصير عملي صحيح وشرعي وإلا هو حرام القضاء من أعمال الإمام أهلا ما يجوز أن نقضي فأيضا صاروا العلماء والفقهة عبر ألف سنة يمارسون القضاء ولكن كان أيضا جدل ونقاش حتى سيد الخوئي مثلا أنه الفقيه الشيعي إذا قضاء هل أنت ولاية بالقضاء يعني هل يستطيع تنفيذ القضاء على الناس مثلا حكم أن هذا المال لهذا الشخص أو هذه المرأة مثلا زوجة هذا أو مطلقة هذا إذا حكم هل له أن ينفذ قضاءه السيد الخوئي كان يقول لا المجتهد أو الفقيه ليس له ولاية القضاء إنما يستطيع أن يقضي إذا أجوا يمه وتقاضوا ويقضي بيناتهم هذا أيضا باب القضاء وقع باب التنفيذ يعني تشكيل حكومة والحكم هل يستطيع أن يحكم الفقيه كان يقول له أيضا هذا مختفى بالإمام المهدي وألماء الشيعة الكبار في القرن التاسع عشر الشيخ الأنصاري والشيخ محمد حسن صاحب الجواهر كان يقولون نعم نقول بولاية الفقيه الواسعة الكثيرة ولكن لا تصل إلى مرتبة الحكم الحكم هذا مختص بالإمام المهدي وعلينا أن ننتظر ونجلس ولا نقوم بأي ثورة أو دولة أو الحكومة أو ما شاء إلى أن جاء الإمام المهدي وقال لا الفقيه يستطيع أن يحكم أيضا فكمل الولاية في الإفتاء والتشريع والقضاء والحكومة فقال له كتاب الحكومة الإسلامية سنة 1969 في النجف كان يلقى محضرات أسبوعية في النجف في هذا الموضوع فهنا تطور الفكر السياسي الشيائي بعد لم يعد يشترط إذن الإمام المهدي ولم يعد يشترط مثلا أنه الإمام الحالي يعني المرجع الذي يحكم أن يكون هذا معصوما أو معين من قبل الله أو من السلالة العلوية الحسينية فهذا كلها أفكار تجاوزوها الفكر السياسي الشيائي تجاوز هذه النظرية الإمامة وقال لا الآن إحنا بإمكان نقيم الدولة دولة عادية هذا أيضا تطور إيجابي تطور يعني ثورة على الفكر الإمامي ولكن في نفس الوقت يعني كانت هناك محاولات لدى تأسيس الدستور الإيراني في إيران كانت هناك عدة تيارات تيارات ديمقراطية بحتة أو كاملة تقول إحنا الآن خلي نخلص من ذاك الفكر القديم ونقيم جمهورية إسلامية ديمقراطية مجلس شورى والانتخب الرئيس والانتخب النواب وخلص هذا هو ونشكل حكومة عادية مثل حكومات العالم تيار آخر كان يقول لا المرجعية مهمة والمراجع هما نواب الإمام لا يمكن أن نعطي الشرعية للحكومة العادية الجمهورية الديمقراطية إلا بأن نائب الإمام هو الذي يوقع عليها ويوقع على انتخاب رئيس الجمهورية ومن قبل كان يقولون أيام الصفويين والقاجريين يقولون المراجع هم الذين يعطون الشرعية للملوك كما طرحها نظرية الشيخ علي عبدالعالي الكركي في القرن العاشر الهجري قال المراجع هما نواب الإمام هاي فرضية هما افترضوها بالإمام الميدي يعني هما بناء على قول سيد المرتضى في البداية قال أنه في القضاء إذا أجبر الحاكم الظالم الفقيه على أن يقضي فهو ينوي فهذه النية مشت صار أنه هذا كل شيء ينوي ينوي فهو ينوي أنه هو نائب عام عن الإمام الميدي مو نائب خاص نائب عام أي فقيه يصير نائب عام فهو يعني لازم المرجع يؤتي شرعية للنظام الديمقراطي ورئيس الجمهورية إذا انتخب من الشعب مية بالمية لا يصبح شرعيا إلا أن يوقع عليه المرجع الفقيه الولي الفقيه ماذا حدث بهذه الفكرة يعني هالفكرتين ركبتها على بعض فكرة النظام الديمقراطي الجمهوري وفكرة المرجع هو يهيمن على هذا النظام في العراق تجاوزنا هذه التركيبة صار نظام ديمقراطي عادي نظام ديمقراطي عادي ما بي أي إشارة إلى أن مرجع لازم نوقع على اتخاب الرئيس ولكن هناك دستور غير مكتوب في العراق دستور أعلى من الدستور المكتوب في الثقافة الشعبية وفي العرف أنه المرجع أيضا المرجع العلا يجب أن يوافق على رئيس الوزراء وإذا ما وافق أو انزعز منفذ واحد يطالبه بالاستقالة يقول روح استقيم وحدث عدة مرات أن السيد السلسطاني يدخل في إقالة أو زاحت ثلاث وزراء السيد إبراهيم جعفري الذي كان استحق أن يكون هو رئيس وزراء بعد الانتخابات 2006 فقال لا أنت روح طلب منه أن يستقي لأنه الأكراد مثلا أو أمريكا ما قبلت به وأيضا نور المالكي أيضا في دورة الثالثة أيضا طلب منه أن يتنحى وعبد العبد المهدي 2019 أيضا طلب منه أن يتنحى ويروح والآن كما يقال لا يأتي أي رئيس إلا بموافقة المرجعي فهناك دستور غير مكتوب لأنه فيه ثقافة أدنى موجودة تقول أن الشرعية الدينية السياسية هذه منوطة بالفقهاء وسيد السلسطاني وبقية المراجع يقولون سيد السلسطاني يقول أنا الحاكم الشرعي أنا نائب الإمام أنا ولي أمر المسلمين كما في إيران يقولون نفس سيد السلسطاني يقول ذلك أيضا في كتبه وعندي محاضرة خاصة للموضوع فهنا صاردنا نوع من السيطرة سيطرة الفقهاء على العملية السياسية ولاية الفقهية صاردنا هيمنة المرجعية على الدولة وأيضا يقولون وكما قالوا من قبل أنه التقليد تقليد العلماء واجب ومن لا يقلد فأعماله باطلة والراد عليهم كالراد على الأئمة والراد على الأئمة كالراد على الله فصار عنده هالة مقدسة واحد هو دارس كتب فقهية وما نعرف أنه صار مشتهد ولا ما صار مشتهد وموما أتكلم يعني ليس بشخص معين يقول لك أنا صرت فقه وأنا صرت بولي أمر المسلمين أنا صرت ناعب الإمام يفترض كل فرضيات على فرضيات وثم ماذا بعدين صاردنا ديكتاتورية دينية باسم الإمام المهدي على نظرية منهارة ومنقرضة اللي هي نظرية الإمام اللي ما موجودة ولا يمكن تطبيقها والشيعة تخلب عنها ولكن في ديول لها في مخلفات لها المراجع لازم هما يحكمون هما الحكام الشرائيون باعتبار النواب الإمام وأيضا هذا الكلام هذا الفكر السياسي اللي الآن متطور إلى درجة متجاوز نظرية الإمامة وإثناء عشرية وانتظار النهدي ولكن مع ذلك يمقسم المجتمع أنه الآن إحنا شيعة وهم سنة ماذا يعني إحنا شيعة وهم سنة ماذا يعني على ماذا الخلافة اللي كان بالتاريخ كان خلاف حول الإمامة والخلافة بين العوائل المختلفة التي كانت في تلك الأيام في القرون الأولى والآن كلها غير موجودة لا الأمويين موجودين يعني كحكام ولا العباسين ولا العلوين ولا الإسماعيلية ولا الموسوية هذه الأمويين موجودين كلهم فإذن الشعب كله متفق ومتحد على إقامة نظام ديمقراطي السنة والشيعة متفقين مع بعض ولكن باقي إحنا الشيعة وهم سنة والرئيس لابد يجي من أدنا ومن أدهم وما يصير على أي أساس هذه التفرقة التي تفرق المجتمع كلها تعود إلى الإمام بوجود الإمام المادي إذا هذا قلنا فرضية باطلة وأصلا ما موجود هذا الإمام فشي صير نظرية الإمامة وصلت الحسن العسكري وانتهت وخلصت وراحت وفي أمان الله في أمان الله وإحنا نبدأ نعود إلى الشورى نختار أئمتنا بأنفسنا ونراقبهم ونحاسبهم ونغيرهم حكام مدنيين يصيرون مو حكام دينيين مثل ما عدنا الآن المراجع أو الولي الفقية الدهالة مقدسة يصير ديني حكم ديني فالحكم الديني بعد ما يمكن تنتظر من عندها العدالة والمساواة والديمقراطية لا كلام ما يصير هو كلام يعني مقدس يطلع كما قال الإمام خميني في يوم الأيام سنة 88 قال لو أقد الحاكم يعني يقصد الفقية اتفاقية شرعية مع الأمة اتفاقية شرعية يعني دستور مثلا اتفاقية فله الحق أن يلغيها من طرف واحد إذا رأى بعد ذلك هو رأى أقد اتفاقية شرعية مع الأمة وبعد ذلك رأى أنها مخالفة للإسلام ومخالفة لمصالح البلاد يستطيع أن يلغيها من طرف واحد يعني الإيمان بالدستور يصبح إيمان تكتيكي إيمان هامشي إيمان يعني فقط مظهر مو حقيقة تبقى السلطة بيد الفقير فهنا عدنا المشكلة إذن ارتباط كل الفكر المعاصر الآن القديم اللي وقعنا فيه بئر من الانتظار ألف عام وكنا نحرم إقامة الدولة والآن اللي فكر صاعد جديد فكر ولاية الفقه أو المرجعية أن تهيمن على العملية السياسية وبالتالي لا يمكن بناء نظام سياسي مدني ديمقراطي عادل مع الإمام بوجود الإمام المشكلة المشكلة بهذه الأفكار المختلطة بين نظرية الإمامة ونظرية وجود المهدي يقولون أنه الفكرة المهدي موجودة عند كل المسلمين أو عند كل الأديان والمذاهب والسنة أدهم فكرة أنه واحد آخر زمان يظهر وفيه أحاديث متواجرة كما يقولون على ذلك بس إحنا الشيعة عامل نقول لكنه نقول لو ولد قبل 1200 سنة وشن المشكلة ليش تنكر الإمام المي أقراركم المداخلات الأخ أبو طاهر يقول الروايات المروية في حق الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر طفحت بها كتب الفريقين فاضت مو بس موجودة طفقت وبلغت حد التواتر ناقشنا موضوع التواتر ولكن أنا نقل لكم رسالة لأخ أبو طاهر وبلغ حد التواتر مع اختلاف في ولادته في سنة 250 هجرية ومنهم من يقول أنه يولد في آخر الزمان وهو ما عليه الأشاعر أنه فتمهدي آخر زمان فكيف تريد مننا أن نظر بتلك الأحاديث عرض الجدار ونصدق ما تقول بأن محمد بن حسن خرافة اختلقها العباسيون مقابل مصطنعه الفاطميون من مهدي منتظر لماذا أنت نكفر بهذا المهدي أنت مؤمن بما توصلت إليه الجانب الآخر هناك أدلة يطمئن إليها القلب من ورود أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وآله في حق خاتم الأترة عجل الله فرجا فكيف تريد مننا أن نترك هذا الكم من الروايات أو المرويات وندير بوصلتنا إلى حجج ضعيفة ولا نقول واهية من هنا أستاذنا الفاضل نخطئك ونرى ما جاء عن محمد صلى الله عليه وآله وآله من كتب الفريقين هو الأقرب مسال أخرى مشابهة من الأخ أحمد الجاسم هو بعث لها الخاص ثم نشرها في الموقع يقول فكرة وجود الإمام المهدي أو ولادته روتها كتب السنة قبل الشيعة وإليك كتاب تاريخ الإسلام للذهبي وينابيع المودة والصواعق المحركة وتطهير الجنان واللسان وتاريخ الصيوط فارجع إلى هذه الكتب أستاذ أحمد وقرأها بنفسك لتجد أن أبحاثك في ولادته غير صحيحة لأنك اقتصرت ببحثك في كتب الشيعة فقط ولم تكرأ كتب التاريخ الإسلامي على الأقل الأمهات الكتب كي تخرج بهذه الدراسات التي أهلك تحالك في كتابتها المهم صحة الأبحاث وسلامة الفكرة لذلك كانت تراجع عن الخطأ فضيلة فيطالبني بأن أتراجع عن نفي ولادة محمد بن حسن العسكري ما هي المشكلة في هذا النمط من التفكير أولا يعني هناك إدعاءات بالتواتر إدعاءات غير علمية يعني يقولون تواتر هكذا كل شيء يعني يقولون تواتر على علم ثم أنه هاي الروايات في كتب السنة قبل الشيعة أيضا بدون تحقيق وتدقيق يعني مثلا في بعض كتب السنة ينقلون أقوال الشيعة أن الشيعة يقولون بكذا مثل الذهري مثلا مو هو متبني أو يعني معتق بالعقيد وإلا كان صار إثنى عشري ما كان صار سني مثلا وكتب متأخرا في القرون يعني وراء قرون مئات السنين جاء واحد كاتب كتاب وما نعرف ما نعرف منه مثلا تطهير الجنان واللسان ما دل منه هذا الكاتب ما دل مش وقت كان تاريخ الصيوطي في القرن العاشر لهجري أيضا ويفترض الأخ أحمد الجاسم أني لم أطلع على كتب السنة ولم أقرأ ويقول أنت ما قارئ شعب كتبي شعب أبحاثي شعب كذا وأنا باحث الموضوع قدت مرات ومهم يفترضها كذا في يدينا يعني يقول لي أنت اقتصر في بحثك في كتب الشياء طيب المشكلة هسا أنا أتجاوز عن المناقشات التفصيلية والجزئية في هذه الرسائل ولكن عندي ملاحظة رئيسية في الحقيقة وهي أنه لابد أن نفصل بين فكرتين فكرة الإمامة وفكرة المهدي المهدي صفة لإمامة يعني بغض النظر عن المناقش كما قلت في هذه التفاصيل هناك نظرية اسمها نظرية الإمامة الإلهية أنه الحكم بعد النبي محمد صلى الله عليه عليه وسلم إلى يوم القيامة هذا الحكم مو مدني الحكم مو بالشورى مو باختيار للأمة مو بالديمقراطية إنما الحكم مثل النبي مثل النبي كيف الله عين النبي الله سبحانه وتعالى يجب أن يعين أئمة الحكام إلى يوم القيامة واحد بعد واحد في سلالة معينة هاي نظرية الإمامة وهذا الإمام يجب أن يكون معصوما ومعينة من قبل الله طيب هاي النظرية انشقت أدة انشقاقات تفرعت أدة فروع أبرزها الآن الإسماعيلية موجودين الآن والإسماعيلية أيضا تفرعوا لفروع نزارية ومستعلية وكذا المهم الشيعة الثنى عشرية الشيعة الثنى عشرية لن يكونوا موجودين قبل ذلك ما كان في فكرة اسمها الثنى عشرية لأنه نظرية الإمامة مستمرة اليوم القيامة فشلون نحدده بـ 12-1 عندما برزت نظرية الإمامة في القرن الثاني الهجري النظرية ممتدة إلى يوم القيامة وهناك أحاديث كثيرة عليها عند الإمامية بالكافية أيضا وواجهت عقبات يعني كيف نعرف الإمام ومتى نعرف الإمام أم أطفال صغار مثلا الإمام الجوال الإمام الهادي سبع سنوات ثم ثمان سنوات وغموض أكو مثلا إمام يعينوه ثم يموت وما عنده خلف يختلفون الشيعة بيناتهم يتفرقون الإمام صادق يوصل إلى أسماعيل ثم يموت في حياته ثم بعد من يتكلم ثم وصلوا إلى الحسن العسكري الحسن العسكري قال أنا ما عندي أولاد وأحسب الموت فذهب إلى القاضي في مدينة سامراء كانت تسمى سر من رأى في كل الأيام وكتبوا وصيته بأمواله وضياعه وجواريه أن تروح إلى أمي فوصلت هذه النظرية على الأقل في هذا الخط إذا نترك الخط الإسماعيلي الذي نؤمن به وصلت إلى طريق المزدود وانتهى الشيعة الإمام الحسن العسكري وقعوا في حيرة في حيرة كبرى سموه عصر الحيرة كتبوا كتب الشيخ علي بن بابوي وكتب كتاب اسمه الإمامة والتبصرة من الحيرة يعني حياة وشنوه وصال بالإمامة ونحن نؤمن بنظرية الإمامة وإلى الله لازم نعين أئمة ولقف الله وكذا وكذا ثم نشوف الإمامة انتهت ما عدنا إمام فتفرق الشيعة الحسن العسكري أربع عسكري تفرقه وفرق منهم بالسر قالت إيه نعم نحن على علاقة بفد ولد أمر خمس سنين وهو الإمام بعد أبيه وإحنا شفناه والتقين بيه وذاعتكم الفلوس جيبوها إنا إحنا نطهيها وينزلوها بجيبهم يعني أفضل تجارة كانت هذه وواحد قام نطقيها الآخر أتماني بن سعيد العمري اللي دعا فيها أعطاه الإبنة خمسين سنة صار هو يأخذ الفلوس من الشيعة ويقول أو أصلنا للمانين الفرقة الأخرى النصيرية أم أدهم واحد آخر قال لا ما نعترف أتماني بن سعيد ولا بذول الأربع النواب أدنا نواب آخرين المهم عملية النظرية اللي ما ما انتهت فإجوا بعد مئة سنة أخذوا هاي الفكرة مع هذا الشخص الشخص بالصغر يدعي أنه وجود ولد غائب ما أحد ما شاهده وما يخلي أحد يشوفه ولا أحد يتعرف عليه ولن تجيبون اسمه كان يقولون حتى لن تجيبون اسمه قولوا ميم حق ميم دال إذا أردتوا تأشرون إليه فسووا الفرقة الثلاثنى عشرية هذه نظريت الإمامة و1200 سنة نحن ننتظر هذا الإمام المخفي المفترض اللي ما موجود وعلماء الشيعة عندما بحثوا هذا الموضوع مثلا الشيخ الصدوخ أو النعماني أو الطوسي أو المفيد ما قالوا أدنا أدلة تاريخية على ولاداتي بالعاكس الأدلة تاريخية تنقض أهل البيت كلهم كانوا يقولون ما نعرف هكذا ولد فقالوا إحنا ما عدنا دليل الدليل العقلي أهم دليل أدنا الدليل العقلي الفلسفي يعني أنه إذا كانت نظرية الإمامة صحيحة ولا بد أن تستمر إلى يوم القيامة فما يمكن نحن نقبل بانقطاع الإمامة بوفاة العسكري بدون خلف لازم نفترض عن دولت فرضية ذاك أنا سمعتها فرضية فلسفية مو حقيقة تاريخية طيب ثم ماذا بعد ذلك انتهت النظرية بعدين بعد ألف سنة الشيعة ظله ومثمسكين بهاي النظرية الثنى عشرية ينتظرون الإمام ولم يظهر إلى قبل خمسين سنة إجي الإمام الخميني قال إحنا إذا لم تننتظر بعد ألاف سنة يمكن ما يظهر هذا الإمام فإحنا خليس وحكومة شوفوا هذا إذن صار الثورة على نظرية الإمامة هذا موضوع موضوع الإمامة ما نخصنا هذا الشخص عنده صفة المهدي ولا ما عنده صفة المهدي والسنة أدم أحاديث حول فإن واحد يطلع آخر الزمان اسمه مهدي أو صفة المهدي أيضا هذا مو مهم أدنى المهم ماذا حدث بنظرية الإمامة إحنا الآن بين نظريتين نظرية قديمة يسمونه شيعة إمامية نؤمن أنه الإمام يعني الحاكم الرئيس رئيس الجمهورية أو الملك يعني أدنى مثل النلكية الإمامة أنه يجب أن يكون معصوما معينة من قبل الله من السلالة العلوية الفشاينية الموسوية هذا مو موجود عملية من 1200 سنة وبين نظرية جديدة اللي هي النظرية الديمقراطية نظرية الشورى وانتخاب الإمام من أنفسنا وبعدين نروح نراقب الإمام ونحاسبه ونغيره كل 4-5 سنوات مثلا كأين نظام ديمقراطي المشكلة بين هذين هذين النظريتين أدنى نظرية أخرى ولدت قبل الزمان هي النظرية المرجعية أو نظرية ولاة الفقير هذه تقول أو بعضها يقول مو كلهم يقولون بعضهم يقولون أنه كل فقيه هو نائب الإمام المهدي اللي هو الإمام يعني عشر من نظرية الإمامة وبالتالي هو يستمد للشرعية من عنده كما كان يقول الإمام الخمين يقول الفقيه مجعول ومنصوب ومعين من قبل الإمام المهدي وعنده صلاحيات النبي عنده صلاحيات الإمام المحصوم صلاحيات مطلقة يعني صلاحيات ديكتاتورية مطلقة فبين الواقع الجديد أو المستقبلي أيضا اللي إحنا نريد نكون نعيش في نظام ديمقراطي عادل نظام مدني مو نظام ديني ديني بين قوسين هو ما هو ما نظام ديني بالإسلام فحاكم عادي ننتخبة وسر رئيس جمهورية وسر رئيس الزراء هذا شيء معقول وبين النظرية منقرضة وباعدة ولا وجد لها والنظرية وسيطة اللي هي النظرية المرجعية فقصة اللي ما يمعدي أنه أحاديث ولا ما أحاديث لو جبنا مليون حديث عليه وإذا هو ما موجود على الأرض هاي الأحاديث شنسوي بيها شنسفيدنا يقول إحنا شلون نترك الأحاديث لنأخذ الرأيك لا يا أخي وبعد انتظر انتظر هذا الإمام حتى يطلع لك كل شنسوي هذا كلام معقول فهي مقصة أحاديث عن أن الأحاديث كده يدعم يقلفوها ويزوروها معمل صناعة الأحاديث أكبر معمل بالتاريخ الإسلامي ما عندنا معمل مثل هذا المعبد دائما الناس يفبركون أحاديث يعني يصنون أحاديث قاعدين ويصنعون أحاديث ويبيعوها للناس مثل العملات الرقمية الآن العملات الرقم بيتكوين وغيرها في ناس عدم بالكمبيوترات يصنون أمولات ويبيعوها للناس بعدين في المرة تنزل سعرها وتروح ففلسية ما تسوى بعد هذه ف عندنا نظريات أحاديث ما يمكن نبني حياتنا على أحاديث نجل نبني حياتنا السياسية على نظرية معقولة تفيدنا ويمكن نطبقها يعني نحن الآن قدنا تقاطئ قدت شوارع والشيارات مزدحمة ونقول أنه لا بد من تعيين في الشرطي مثلا هناك حتى ينظم السير يصير هذا الشرط يروح نام بالبيت وما يطلع أبدا ما يجي مئات السنين ما يجي والفطوط السير متشابكة مع بعض ونقول إيه لازم ننتظر هذا الشرط المرور ونطم السير وما موجود شرط المرور من الحكومة الحكومة ما معينا شرط المرور في هذا التقاطئ فماذا علينا علينا أن ننبر نحن واحد من أذن يطلع ينظم السير هذا هذا الكلام المعقول فإحنا الآن يعني خلط بين فكرة الإمامة وضرورتها واستمرارها وصفاتها وشروطها وكذا وبين واكائنا المعاصر نحتاج إلى إمام نحتاج إلى دولة لا يمكن أن تبقى الأرض بدون إمام يعني بدون حكومة فإحنا نحتاج لشكل حكومة هاي الحكومة من يشكلها الإمام المعصوم الغائب 1200 سنة صار للي مفترض فقط أو وكلاءه الذين يدعون الوكالة عنه ويردون السيطرون على الناس ويفرضون في الدكتاتورية دينية على الناس وقلون نواب دا الكلمات الكذب في كذب ما تقول ميابة أصلا هم يقلون فرضية وحتى لما يقلون بدون أثباتها خرطوا القتال الشيخ الأنصاري ولا الخوئي ولا غير فلا بد أن نتجاوز هذه النظرية ونفكر بصورة معقولة وحتى نعيش بصورة سليمة وصحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر